معنا من اسطنبول مرسلنا مهران عيسى يبدو بأن الليرة وهذا الهبوط الشديد فيها زاد طين بلت انهيار الاقتصاد هل برأيك هذا يعتبر حل وإلى أي مدى يمكن أن يصمد؟ حقيقة رفع أسعار الفائدة هو حل مؤقت وربما يكون لحظي في المرات السابقة عندما حاول البنك المركزي إسعاف الليرة التركية عندما شهدت هبوط كبير مثل ما حدث في الساعات الأخيرة حدث انتعاش للليرة التركية فقط لعدة ساعات وبعضها لعدة أيام فقط ومن ثم عاودت الليرة التركية مواصلة هبوطها حقيقة تركيا بحاجة لإجراءات اقتصادية كثيرة لإنعاش العملة التركية وإنعاش الاقتصاد المتردي في السنوات الثلاثة الأخيرة 22% فقدت العملة التركية منذ مطلع هذا العام حتى اليوم وقرابة 50% من قيمتها فقدت في العوام الثلاثة الأخيرة حقيقة هناك أسباب سياسية وأسباب اقتصادية وراء هذه الأزمة وإن لم تقم الحكومة التركية بمعالجة هذه الأسباب كافة فإن الليرة التركية قد تصل إلى ثمانية خلال أيام بمعنى الآن سعر الدولار الواحد يعادل كان في الصباح 7.71 وبعد رفع سعر الفائدة انتعشت الليرة لتصبح 7.67 لكن في حال لم تقم الحكومة التركية باتخاذ إجراءات حقيقية لدعم الاقتصاد التركي فإن الليرة التركية أو بمعنى الدولار الواحد ربما يصبح يعادل ثماني ليرات خلال الأسبوع القليلة المقبلة وقد يصل الدولار إلى عشرة حتى مطلع العام المقبل وفق مراقبين ومختصين وخبراء اقتصاديين شكرا مهران عيسى من اسطنبول شكرا مهران عيسى من الواحد